اشتركوا في القناة 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 اللي مرقوش يقدمون إضافة آخر الأخبار تدخل على أنه بو طيب يعني خارج أسوار الرجاء الرياضي يعني سيتم بتراضي فسخ العقد دياله نفس الشيء ينطبق على اللاعب بن حليب لمسألة خروج دياله من فريق الرجاء الرياضي في المركات وشتوي أصبحت شبه مؤكدة الرجاء الرياضي كيحاول على أنه يستفد ماديا من خروج بن حليب يعني صفقة تبادلية أو يمكن يبيعون شي فريق آخر إلى ما كان شهر الأمر يمكن الرجاء يفسخ عقد هذا اللاعب هذا مشكل آخر في فريق الرجاء الرياضي يكمن في اللاعب كوياطي الذي لم يقدم الإضافة المرجوة منه يعني صراحة لاعب يشكل واحد لعب كبير على فريق الرجاء الرياضي الرجاء بغي يفسخ العقد دياله ولكن المشكل في شرط الجزائي يعني قيمة فسخ العقد يعني 600 مليون سنتين والأخبار كلها تقول على أن اللاعب ما بغيش يقدم تنازلات لهذا من وجهة نظري الشخصية تنظر على أن كوياطي بنسبة كبيرة غي يبقى فريق الرجاء الرياضي لأنني ما تنظمش على أن الرجاء الرياضي عنده الإمكانية باش يسرح اللاعب ويعطيه 600 مليون سنتين يعني هذه مسألة غتشكل واحد لعب كبير وهنا نضره على واحد نقطة مهمة جدا تخص تعاقدات تعاقدات خصتكم تعاقدات موزونة وتعاقدات عقلانية لا يُعقل على أن يعني أي شخص ولا أي مسير يتعاقد مع اللاعب عن طريق شارك الفيديو يعني لما كنبغيون تعاقدهم مع اللاعب كتصيف أشخاص عندهم واحد اختصاص كيراقبوا اللاعب جوج وثلاثة واربعة وخمسة ديال المقابلات ومبعد كيقدموا واحد تقرير للجنة التقنية ومبعد كيكون واحد اجتماع ومبعد عاد كتأخذ واحد لديسيزيون واش نتعاقدوا معه ولما نتعاقدوش معه ولكن باش تكون تعاقدات بهذه الطريقة يعني صراحة شيء غير مفهوم وكيزيد دخل الاندية في أزمة وشفناها هذه المسألة ما شيء أول مرة شفناها في العديد من المرات يعني نعطيكم 100 الفريق الراجع الرياضي في الآوين الأخيرة شحال من تعاقد داروا الفريق ولم يقدم الإضافة يعني عندك سامي ماي عندك لعب سيلاء عندك كوياطي بول هرود لما جرى الراجع ما قدمش الإضافة يعني اللاعب غرب العديد من الأشخاص يعني هذه المسألة غير معقولة جدا خصنا شوية نرتاقية وإلا بغينا نطوره المستوى دي الأندية المغربية وإلا بغينا نطوره المستوى ونفسه كل أندية الكبيرة اللاعب القابوني أكسل ماي هداف تيحة طنجا والذي يحتل أيضا المركز الثاني في ترتيب الهدافين دي البطولة المغربية بتسعود دي الأهداف مراقب من طرف العديد من الأندية والعديد من الأخبار المؤكدة تتقول على أن تيحة طنجا تلقى العديد من العروض محليا وكذلك من الخليج وعرض واحد من تركيا وهناك سؤال يطرح نفسه بقوة أمام كل هذه الأغراءات واشتيحة طنجا سيجعل اللاعب ونرى في مرحلة الإياب يمشي الفارق آخر يعني شيء مؤسف على أن أي نجم يظهر في البطولة المغربية يمشي للخليج والأهلي والزمالي يعني من الواضح على أن الأندية دينا ما قد تحافظ على النجوم يعني هذه المسألة أكيد على أنها تؤثر على مستوى الفارق المغربية فيما يخص التنافس سواء محليا وكذلك إفراقيا خصوصا إذا كانت نجوم الأندية تتنافس معها سواء في دوري أبطار إفراقيا أو كاس لكم فيدرالية يعني أكسل مايه قدم مستوى رائع على رفقة اتحاد طنجا في مرحلة الذهاب أيضا بعض الأخبار تقول على أن هناك عرض من قطر لللاعب حمودان يعني حمودان وأكسل مايه يمكن أن نقول على أنه مكيع التعتبره من ركائز الأساسية لتحاد طنجا والخروج ديالهم أكيد على أنه غير اضطر على الفارق في مرحلة الإياب وهذه المسألة لا تتمنى على الجماهير الطنجاوية أكيد على أن الجماهير الطنجاوية تتمنى على أن أكسل مايه وحمودان يبقى مع الفارق على الأقل لنهاية الموسم عبد كبير الوادي يعود للبطولة المغربية من بوابة أولمبيك أسافي في صفقة انتقال حر يعني أكيد صفقة جيدة لأولمبيك أسافي يعني صفقة مجانية عبد كبير الوادي لاعب مميز عنده خبرة عنده جريبة بحكم على أنه لعب في العديد منها الأندية سواء في البطولة المغربية وكذلك في البطولة المصرية وأكيد على أنه غير قدم الإضافة للفارق ارتباطا بأولمبيك أسافي حمزة خابة يعني مراقب من طرف العديد منها الأندية يعني حمزة خابة مهاجم دي الأولمبيك أسافي عداف الفارق قدم مستوى رائع مستوى تابت في مرحلة عداف وصراحة هذا المستوى هذا خلق العديد منها الأندية تهتم للضفر بخدماته وعلى رأسها النهضة البركانية لقدم عرض رسمي لأولمبيك أسافي هناك أخبار أخرى تقول على أنه اهتمام من الويدات واهتمام من الراجع يعني هذه الأشياء كلها تجعل منافسة كبيرة للضفر بخدمات اللاعب يعني النهضة البركانية أكيد على أن الفارق يدخلها بقوة في المركاته وشتوي شفنا على أن الفارق ندخل في مفاوضات مع النفاتي الآن حمزة خابة كيف ما قلت لغاية الآن ما كان حتى شي حاجة رسمية لأنه كل يوم كتكون متغيرات وتنظن على أنه العامل المادي سيكون عنده واحد طور كبير في تحديد مصر اللاعب يعني وش غيمشي الويدات ولا الراجع بالرغم لأنه كان نشوف لأن الويدات عندهم بينزا من الصعب لأنه نشوفه خابة يمشي لفارق الويدات إلا إلا كانت الويدات ما عندهوش نية باش يشري العقد ديال من بينزا الراجع محتاج لللاعب خابة وكذلك النهضة البركانية وكذلك النهضة البركانية عنده البركاوي كيف ما قلت المنافسة ستكون كبير على هذا اللاعب والعامل المادي ورغبك اللاعب سيكون عنده واحد طور كبير في تحديد الجهة اللي سيمشي لها الويدات الرياضي يقترب من التعاقد مع اللاعب بوطويل قادما من شباب المحمدية يعني بالنسبة كبيرة الصفقة تمت ولكن كيف ما قلت في انتظار الإعلان الرسمي لغاية الآن أنا كنصور الحلقة ما كان حتى شي حاجة رسمية والأخبار تقول على أن اللاعب بوطويل عنده مشاكل مع شباب المحمدية بغي ياخذ المستحقات ديله كاملة ومن بعد يكون الانتقال رسمي للويدات الرياضي يعني ونفس الشي ينطبق على اللاعب المرابط المرابط سمعناه لأنه انتاقل رسميا لفريق الويدات يعني ما كان شي حاجة رسمية من الموقع ولكن الأخبار كلها أكدت على أن اللاعب انتاقل ووقع العقود ديله مع فريق الويدات والأخبار اللي راجت في الساعات السابقة لأن العقود مازا ما توقعتش اللاعب أيضا عنده مشاكل مع شباب المحمدية مازال ما اخذاش المستحقات ديله كيف ما قلت المرقاته صراحة في البطولة دينا كيمشي بوحد طريقة عشوائية جدا وما يمكن لك تقول على التسفقة تمت حتى تشوف اللاعب مشا وتصور وهاز القامس ديل الفريق اللي غينضم له عموما غنوتيكم بالأخبار كما كان قولو يوم بعد يوم لما تكون عندنا الأخبار الرسمية والأخبار المؤكدة خليولي الأراءة ديركم في التعليقات وانتناقشوا بين التنكمة والعادة بشكل ويدي إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوا تدعمونا بلايك اشتركوا في القناة دينا بجدائما وصلكم جديد أول بأول وكام معكم ورديا من قناة قراءة فنس السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة